مرحبا أعزائي ومتابعي قناة بلين بعين عربية أحد المتابعين أرسل لي كيف رح يعمل تسجيل خروج في لعبة زبيتو فحبيت أعمل لهذا الفيديو لكن قبلها أتمنى كل شخص يدخل على هذا الفيديو لا ينسى دعم قناتي بلين بعين عربية باشتراك لايك ويفعل الجرس حتى يوصل كل شي جديد من عندي والجديد على قناتي قناتي اسمها بلين بعين عربية قناتي مختصة في التطبيقات ومشاكل التطبيقات والآيفون ومشاكل الآيفون وإيجاد حلول هذه المشاكل في البداية مثل ما تعرفون أنه فيه فرق بين تسجيل خروج وحذف الحساب حذف الحساب معناتها أنت بياناتك كلها تروح من عنده تسجيل خروج رح أعلمكم على يدير وبالكم تعملو بياناتك رح تبقى إذا هاتفك راح أي واحد رح ياخذ الهاتف رح يسجل دخول رح تنزل معلومات مالتك كلها وللأسف بعض المتابعين ينسون أرقاهم فأي واحد رح ياخذ الواتساب كلها المكالمات الإشعارات الصوار كلها راح تروح عليه فدائما لو حبيت أنه تغيرون الرقم اعملوا حذف الحساب مو تسجيل خروج خلي أدخل من داخل اللعبة إشرح لكم في البداية هذه اللعبة عمل تسجيل دخول نزلتها لكم لكن الآن كيف راح عملت تسجيل خروج راح أدخل عليها وأدخل هنا بالعلى على الإعدادات راح تظهر عندي الإعدادات أدخل على أول خيار حسابي أحتظر عندي هذه الصفحة لو حبيت أنه تسجل خروج راح تدخل من هنا تسجيل خروج معناتها المعلومات مالتي بقد وأقدر حتى أنه أحذفها مننا وأعمل إزالة التطبيق كأنه الحساب موجود أي واحد راح ياخذ الرقم راح يرجع يسجل دخول أنا أسجل دخول رجعة اللعبة لو حبيت أحذف الحساب راح أدخل بالعلى على الإعدادات أدخل على حسابي أدخل على تفاصيل الحساب راح يظهر عندي حذف الحساب أدخل عليه راح أختار واحد من هذول وأختار الأفاتارات مثلا فالتالي هنا راح ينطيك هذول الخيارات يقول أنه خلال سبع أيام أنه راح تروح الأفاتارات خلال ثلاثين يوم راح ينحذف جميع المعلومات الخاصة بك فأنا أقول لحذف الحساب لازم تعمل قراءة البنود حتى تعمل حذف الحساب فهنا موافق الآن انحذف الحساب فلو حابب تسجل دخول راح ترجع لكن أنا أفضل إلي يحذف الحساب بعد ثلاثين يوم راح ينحذف الحساب نهائيا لكن قبلها تقدر ترجع هذا الحبيل الشي راح أكون يعني حذف الحساب يختلف عن تسجيل الخروج دائما أعملوا إذا حبيتوا تبدلون الأرقام حبيتوا تخادرون اللعبة حذف الحساب نهائيا راح تروح هي ومعلوماتها أتمنى استفاديتوا من الفيديو رجاء أن يدعموا قناتي برلين بعيون العربية باشتراكوا لايك فعلوا زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد من عندي مع تحياتي من برلين عاصمة ألمانيا مع السلام أي سؤال أو استفسار أي مشكلة كتبوها بالرسائل أنا حاضر شكرا لكم مع السلام شكرا لكم